نتواجد الآن في جبل الزنوج هذه المنطقة التي تقوم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بعملية عسكرية بالتنسيق مع طيران التحالف العقلي وبالتالي تلاحظون هنا رجال قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وهم يتقدمون نحو هذه السبة ما تسمى بتبة الكنبتين وبالتالي فإذا ما تحررت هذه التبة من عناصر الميليشيات الانقلابية سيتم تضييق الخناق على جبل الوعش والتقدم باتجاه جبل الوعش وتحريره بشكل كامل لا زالت العمليات مستمرة ولا زال رجال القوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يواصلون هذه العمليات من أجل تحرير هذه المنطقة بعد التحرير عدة مباني صباح هذا اليوم هنا في منطقة الزنوج التي تقع في الجهة الشمالية من المدينة حمزة أمين قناة بلقيس تعيز اشتركوا في القناة